بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يسلى عليكم وغيره حل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فدلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قل لمس عليكم الميتة والدم ولحم الخنسين وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما زكيتم وما ذبه على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فصق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن الطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوار مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أمسق عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محفدين غير مسافحين ولا منتخذي أخران ومن يغفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى القعبين وإن كنتم جنبا فاتنهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من أوضائط أو جاء أحد منكم من أوضائط أو لا مستم النساء أو لا مستم النساء أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وعقعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصرور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مكفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا نذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني أشر رقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرنتم الله قردا حسنا وأقرنتم الله قردا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات يتجري منها تحتها الأنهار فمن كفر وعلى ذلك منكم فقد ضل سراء السبيل فبما نقرد ميثاقهم وعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحربون الكرب عن مواجعه ونصوا حظا مما ذكروا به وَلَا تَزَالُ تَطَّرِهُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَعْتُ عَنْهُمْ وَاسْفَةٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَوْضًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَعْضُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما قوتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من التبع ردوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخرج ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فسرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ولا نذير والله على كل شيء قدير وإذا قال أوسى لقومه يا قوم ذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقربوا خاسرين قالوا يا موسى إن بيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا بيها فاذهب أنت وربك وقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسكين قال فإنها مهرمة عليهم رفعين سنة يتيهون في العرض فلا تاس على القوم الفاسكين واسلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا كربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباستي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعث له نصر قسل أخيه فقتله فأصبه من الخاسرين فابعث الله قرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعززت أن أكون مثل هذا القراب فواري سوءة أخيه فعصبا من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأول فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأمر لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في العرض جميعا ومثله معه ليبتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مكيم والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لكوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تمتوه فاحذروا ومن يرد الله بثنته فلن تذك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم بالدنيا خزي ولهم بالآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أن كانون للصحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو عارض عنهم وإن تعارض عنكم فلن يدروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة بها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كفاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أغل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحلة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبكوا الخيرا إلى الله مرجوكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وعن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعال ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفهكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله هكما لكوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعدهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون لنخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتر أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لبعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بكوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فامل الله يغتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن هزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّكِلُوا الَّذِينَ اتَّكَذُوا دِينَكُمْ خُزُواً وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْكِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِكُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَا لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَدِبْ عَلَيْهِ وَاجْعَلَ مِنْهُمُ الْكِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرُ وَعَبَلَ الطَّابُونَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَاظَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وإلى جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله عالم بما كانوا يختمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحر لبيس ما كانوا يعبلون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحر لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهون يد الله مغلولة قل السيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفك كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تهيانا وكفرا وعالقينا بينهم العداوة والبداء إلى يوم القيامة كلما أرقدوا نارا للحرب أطفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النحيم ولو أنهم مقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعسرك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تكيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تبيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا قل لما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وهسبوا ألا تكون بثنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للوالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلس من قبله رسله وأمه صديقه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل لتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ظهرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تجووا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا عن سواء السبيل لين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعصى وكانوا يعتلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمئ أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري منها تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخدكم الله باللهو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلقتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم ما ياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفرحون إنما يريد الشيطان أن يوكع بينكم العداوة والمغضاء في الخبر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأتيئوا الله وأتيئوا الرسول واحزموا فإن توليتم فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد لتنالوا أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالضيب فمن أنت عذاب على ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم هروا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ القعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك سياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتكم الله منه والله عزيز بانتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وهرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام كياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائر ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تقتنون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عاجبك كثرة الخبيث فاتكوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل الكرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سانا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يغترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا كين لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدمكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أن تهين الغصية اثنان ذواء عجل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فعصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما فهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتلينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسفين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت عنام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهنا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوات والإندين وإذ تخلق من الدين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأطمى واللبرص بإذن وإذ تخرد الموتى بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيس بن مليم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السماء قال اتكوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منا وتتمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيس بن مريم اللهم ربنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ونسخنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يخفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذا قال الله يا عيس بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أني عبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الركيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحقيق قال الله هذا يوم ينفع الصاركين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوا عنه ذلك الخوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما بيهن وهو على كل شيء قدير